موضوع تاني موضوع وقعت مستشفى ويسنا من مبارح السوشيال ميديا شغالة على قصة مستشفى ويسنا واللي حصل فيها والحقيقة انت بتكلم في علاقة سيئة جدا بين المواطن او المريض وما بين الطبيب ولو قلنا مواطن الطبيب ايضا مواطن ففي علاقة سيئة كده ما بين مواطن ومواطن هتكلم ده في الموضوع ده لوحده بس عايزة اقول لحضراتكم ان انا حيات بسطة جدا وبحي المتحدث العسكري انه طلع بيان النهارد وطلع بيان وقال فيه نقاط المسلح بتتابع عن كسب ما اسير بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة مستشفى ويسنا المركزي وبتؤكد القوات المسلحة على كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون وتهيب الجميع تحريق الدقة والانتظار لحين انتهاء التحقيقات نهارده كمان اتبسطت جدا انه دكتور خالد عبدالغفار وزير الصح هايل راح زر بنفسه مستشفى ويسنا شيء عظيم اتكلم مع الفريق الطبي في المستشفى واتكلم مع التمريد واتكلم واتكلم وقال لهم انه ما فيش حد فوق القانون وانه القانون هياخد مجرى فاحنا على فكرة في التعامل مع ملفات زي دي دي كانت قديما ان ملفات شائك سعب ان انت تتكلم فيه نهارده في وزير بيروح موقع الحدث نهارده فيه متحدث العسكري بيطلع بيان رسمي لا احنا يا جماعة بقينا في حتة تانية افضل كتير لكن لكن وبعيدا عن هذه الحدثة اللي بيحصل ما بين المواطن وما بين الدكاترة دراما تبحث عن مؤلف دراما تبحث عن مؤلف قد يكون قانون المسئولية الطبية يمكن هيحد من هذا العبس او هيقضي على هذه الكوميديا وهذه الظاهرة العبسية في مصر ترجمة نانسي قنقر